اهلا وسهلا بيكو يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة بقى عمل لكو مفاجأة شيد جميل جدا هيعجبكو. وده طبعا اللي هيعرف قيمة الكلام اللي انا بقوله ده. السادة المدرسين والمدرسات. وطبعا انا كان عندي برضو رسالة من مدرسة بتقول لي ان انا عايز اجمع الالوان دي. اه بحيث اللي ازرق تعرف عدده كام والله اخضر عدده كام والله اصفر وهكذا. اديت نهية القيم دي. اللي هي من صفر لتسعة واربعين ده بيبقى راسب من خمسين لاربع وستين مقبول او لون اصفر. من خمسة وستين لاربع وتمانين جيد. من خمسة وتمانين لمية ممتاز. بناء على القيم اللي انا عملها دي. هنبدأ نعمل الجدول بتاعنا. بس قبل ما نعمل الجدول تعالى كده نشوف دواخد جيد. طب نشوف لو قللنا له الدرجات خلينا دي عشرة. لو لاحظت هتلاقيه بقى مقبول وهنا الخلية لونت معي اصفر. تمام? طيب. هنا لو ادينا له عشرين. بص الخلية بقت جيد. وجينا ادينا هنا عشرين. و ادينا برضو هنا عشرين. اصبح ممتازة. فكده معنى ده ان كل الخلايا دي. التلت خلايا دول. معمول لهم قيم و معمول لهم معادلات بيسمعوا مع بعض. طب نبدأ مع بعض على بركة الله. نبدأ في الشيت كده. احنا دلوقتي على الشيت ده هنبدأ نعمل شيت جديد اهو. اول حاجة نركز بقى مع بعض عشان الناس برضو المبتدئة جديد. اول حاجة بنعملها قبل اي حاجة لازم اشوف تخطيط الشيت بتاعي. طبعا قبل ده كله بندوس اف اتناشر عشان حضرتك تروح تسامي الشيت بتاعك. انا مسامي الشيت. شيت رصد درجات الطلاب وتقديراتهم بالالوان. تمام? نبدأ على بركة الله. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الفول والشير واللايك لو عجبت الفيديو. وشاير الفيديو عشان غيرك ينتفع به. وتاخد سواب نشر. طيب. اول حاجة اللي هو تخطيط الصفحة. انا هتكلم يا جماعة في المصطلحات برضو عربي وانجليزي. عشان برضو الناس اللي هي لسه دخلة في مجال الاكسيل الجديد شوية. فهنا اللي هو تخطيط الصفحة باجي من الشيت او ورقة من اليمين لليسار. بمجرد ما بدوس على العلامة دي. بيتحول الشيت يبقى من اليمين لليسار. خلص. تمام ما فيش اي مشكلة. هاجي هنا بقى كده. واخد مجموعة زي كده مسلا. وهقول ايه? مدرسة او مدرية. التربية. والتعليم. وهنبدي نقطتين. وبعدها هنبدي نقط هنا كده. على اساس نكتبهم. طيب تمام. بعد كده هنعمل نفس المسافة ونقول ادارة. نقط. وندي هنا نقط كده. التعليمية. تمام ما فيش اي مشكلة. نيجي على اللي تحتها ونقول مدرسة. شفت ونقطتين. علشان اعمل النقطتين دول. وبعد كده شفت وحرف الزيم في الكيبورد. بعمل النقط دي. تمام? خلاص انا عملت دول. ابدأ اخدهم زي ما هم كده حديدهم. واجه على تبويبهم. او الرئيسية بالنسبة للإكسل العربي. وادوس على بي يعني بولد. وكبر الخط شوية. اخليه معايا مسلا اربعتاشر هو. تمام? هنزل بقى هنا يا جماعة. الشيت طبعا زي ما اتفقنا. ندوس كنترول اف اتنين. انا اختار الشيت. الشيت حاليا معمول عندي دلوقتي الورقة. بالطول. انا عايزي الورقة بالعرض. طيب هرجع تاني. باجلي اهي. او تخطيط الصفحة. وباجي هنا على وبختار تمام? او اه تخطيط الصفحة بالعرض. لو لاحزنا هو عمل نهي هنا زي نقطة اهي ده نهاية الصفحة بتاعتي او الحد الفصل بتاعها. تمام? ما فيش اي مشكلة. هنيجي هنا كده. في ده كده في الجنب ده كله كده. وناخده من اول الصفحة لنهايتها. ونجي هنا على هوم ونعمل مرج اند سنتر. كده ده ماجنا دي. هنبدأ نكبرها شوي صغيرين كده هنا معانا. وهقول هنا في النص هيبقى شيت. رصد. درجات الطلاب. هاجي هنا كده يا جماعة. وهبدأ ادوس فورمات سيلف او تنسيق خلايا بالنسبة للعربي. وهاجي هنا ببقى على بروح على اللي هي الخلية. وبنزل على او المؤسرات. بختار من هنا لونين. ويفضل اللونين اللي انا هقوله من حضرتك دول ببشكلهم كويس جدا. هنا مسلا هنخلي ممكن نختار اللون ده. لا ده غامق او اللون ده مسلا ومعا اللون الاصفر. نخلي الاصفر هنا هو. واللون الاولان اللي هيبقى سابت تحت نخليه كده. او نختار ده كده. وناخد اللون من هنا من فوق. هيبقى شكل التأسيمة كده. تمام? لكن لو اخترت كده هيبقى الاصفر عمدي تحت والبن فوق. فنختار دي وندوس اوكي موافق. وهدوس موافق. طيب. انا ده كده خلاص عايز اعمل عليه حدود. هاجي هنا. واقول له حدود خارجية. اهي. وبنزل هنا كده. بوسع دي معي شوية. وبخلي الكلام في الوسط بحدد من على رأس الصف هنا. وبطلع على دي اللي هي اا ميدل ايليجن بخليها في الوسط. تمام? وببدأ اكبر النص معي اخليه ستتاشر او تمنتاشر زي من عايز. واخليه بولد. وهنا الخط لو انا محتاجة لون الخط باي لون تاني مفيش ايه مشكلة. خلاص انا خلصت مشيت هنبدأ بقى الجدول معنا. طيب نروح للجدول التاني نشوفه كده. هنلاقي عندنا مسلسل اسم الطالب رقم الجلوس. دي بتبقى كلها خانة. ماشي? يعني خانة خانة خانة. هتقول لي اسمهم ازاي? هقولك تعال الموضوع سهل جدا. هنشوف مسلسل اسم الطالب رقم الجلوس. طيب. هنجي عالشيتي التاني ونقول مسلسل اسم الطالب جنبها رقم الجلوس. تمام? مفيش اي مشكلة. بعدها هيتقسم الشيت معايا. هيتقسم ازاي نشوف هنا? فوق هيبقى هنا لغة عربية. وتحت هيبقى ياه الدرجات اللي هي ايه? عشرين مسلا. طيب نشوف لغة عربية علوم رياضيات دراسات. لغة عربية علوم رياضيات دراسات. طيب هاجي على الشيت اللي التاني اهو. وهقول لغة عربية. لغة عربية. علوم. دراسات. تمام? انا عملت ده كله. مفيش اي مشكلة. طيب. هنكتب القيم دي كده. اسم الطالب رقم الجلوس لغة عربية. علوم رياضيات دراسات انجليزي. طيب. هنيجي هنا اسم الطالب وهندمج الخلية بتاعت المسلسل وهقول لكم دلوقتي. هنعملها اسم الطالب برضو. رقم الجلوس. دول الخليطين اللي ايه يا جماعة. اللي هم مع بعض. تمام? هنيجي هنا في اللغات بقى اللي هي احنا قلنا عليها. دي هتبقى عشرين. دي عشرين. دي عشرين. دي برضو عشرين. دي عشرين. دي الدرجات بتاعت ايه? الطلاب. طيب. هنيجي هنا بقى. هيبقى هنا. دي هتبقى خلية واحدة برضو. هنقول هنا المجموع. الاول نعمل مرج عند سنتر. وخلية تانية. اللي هي فيها الناجح او راسب. والخلية دي اللي هيبقى فيها التقدير او اللون. تمام يا جماعة? طيب. نيجي هنا ونقول المجموع. بعدها ناجح او راسب. ناجح او راسب. تمام? الخلية اللي بعدها هنقول التقدير. طيب. نيجي بقى في كم نقطة كده. احنا شرحناهم قبل كده. ولو عايز تتأكد من الحاجات دي. ممكن ترجع لها في كورس الاكسل اللي موجود على القناة هتلاقي الحاجات دي كلها. انا عندي خلية زي كده. ممكن اجي بعد كلمة ناجح او راسب. ناجح وبعد ايه? بعدها بعمل. ما بينهم كده بدوس بالماوس. لحد محدد لقصادم وبدوس. كده انا ايه? عملت سطر تاني في الخلية. وممكن ما اعملش ده كله. اقف في الخلية بس وادوس. خلاص اللي هي احتوقت القائد. طيب. هبدأ اخد من هنا دول كلهم كده. وابدأ اقول له عمل لي عليهم بوردرز. او حدود. اللي هي اقول بوردرز ايه? كافة الحدود. وهبدأ بقى نفس الموضوع كده. هقول له خليلي انا عندي هنا اربعتاشر. خلاص ما فيش اي مشكلة. هقول له خليلي المحازات في النص. محازات الاسطر دي. وهنا برضو هخليها في الوصل. تمام? هاجي هنا بقى. التقدير دي هكبرها شوية معي. وعندي اسم الطالب هكبرها برضو شوية. اهي. وعندي المجموع زي ما هو. ما فيش اي مشكلة فيه. ليه انا بكبر? انا عايز اسحب الخلاية دي. اجي على اخر الصفحة دي هنا. تمام يا جماعة? والمجموع برضو هخليه هنا كبير شوية اهو. والمواد طبعا هسيبها زي ما هي. وهنا رقم الجلوس. هتكبره معايا شوية. تمام? طيب هتقول لي ما هو كده خرج برا الصفحة. هقول لك اعلم عيون كلهم تاني كده. والغي المرج اند سنتر. وتعالف اي خليها بيضة. وهتفرشة التنسيق. واختار لي اتنين دول كده لغاهم. بس كده. وارجع على دول. انت كده اعتمتل شيت بتاعك. اعمل مرج اند سنتر تاني. هيخليه لك دي في الوصل. طب تمام? انا عايز بقى الكتابة دي هنا. هتبقى بولد. خلاص هي بولد معي. هاجي هنا عايز بقى اعمل تنسيق لوني للدول. هنزل هنا على او تنسيق الخلايا. ببقى على نمبر بروح على واختار او تأسير الخلايا. اختار برضو اللونين? اللون السابت معي. هخليه مسلا كده. واللون التاني اختار الاصفر عشان اضرب ده. مع ده. ممكن اخليهم كده اهو. او لو عايز اغمق عن كده اهو. تمام? ما فيش اي مشكلة. وهبدأ ادوس موافق. موافق هنا. لو لاحزنا. الالوان زبطت معي. طيب. هنيجي بقى احنا عندنا مسلا مسلسل الطلبة. اتفقنا ان انا التسلسل التلقائي ده ليه اكتر من حاجة. ممكن اجي هنا واقول ساب توتل. واشوف هقف عندي ايه? عندي كم في التنسيق? انا هقف مسلا عند عشرة. هاجي اقف في اول خلية في التنسيق. واكتب هنا. او هنا في الخلية دي مش هتفرق معي. هنا دي خلية او باجي هنا زي ما اتفقنا. واقول له يساوي. كده خلاص بدأ حتى لو لاحزنا. جاب لي يساوي من هنا يبقى عارف ان انا هكتب معادلة. هاجي هنا فوق كده. واكتب سيكوانس اس اي كيو. هيبدأ يجيبها معي. بقف عليها كده. وادوس في الكيبورد. او دابل كيليك. فتحها اللي بيقول لي عايز التحديد لحد كام. هقول له مسلا عشرة. واقفل القوس وادوس انتر. خلاص عملي العشرة معي. لو هجيت هنا وحزفت اي صف من هنا. مش هيتأثر التسلسل باي حاجة معي. تمام? طيب. هاني جي هنا نكتب الاسماء. هناخد من هنا عشر اسماء عشان الوقت بقى ينجزنا. هناخد مثلا من واحد لغاية عشرة. ونجي في الشيت التاني. ونجي حطينهم. ماشي? طيب. اه رقم الجلوس برضو هناخد المجموعة الارقام اللي هنا. برضو من واحد لعشرة. كنترول سي وهاجي هنا. هقول له كنترول دي. تمام. هاجي بقى عشان اعمل على المجموعة دي كلها. بحديدها زي كده. وباجي هنا تاني. وباجي بقى المرة دي على بوردر. باختار اللون. انا عايز بقى لون اخضر تقيل شوية. اختار ده. واختار هنا اللون لا اخضر ده. اهو. وهاجي هنا هقول له ده الاوت. وده الداخلي. لحد ما يعمل معايا كده هدوس اوكيه. هلاقي الحدود كلها خدت اللون اللي انا عايز. فيش اي مشكلة. هاجي لده برضو كده لو انا عايز نفس اللون ده. هدوس على فرشات التنسيق. انا حطيتها غلط سوري معلش. هدوس على فرشات التنسيق وانزل هنا. طيب هو ليه ما اخدهاش? لان انا كده في حاجة غلط معايا. هاجي على فورمات سيل. وهاجي هنا بقى على فونت او فيل. على فل سوري. واختار اللونين اللي انا عايزهم برضو. على فكرة ممكن اعمل الوان تانية. او ممكن اعمل احمر. وممكن اعمل هنا اصفر. وهيديني الدرجة دي. وممكن اخليها تبقى بالطول كده. تبقى كده هو. تمشي معايا ايه لو لاحزته. التنسيق ماشي معايا لونه افضل. تمام? وهاجي خلي الكتابة في الوصل. في ده بس. هاجي هنا كده هو. وخليت الكتابة في الوصل. طيب. خلاص كده احنا تمام. لحد هنا. هنيجي بقى على الدرجات بتاعة الطلاب. هنملأ المجموعة الدرجات دي كل طالب. واخد كام. فانجازا للوقت ممكن اخدهم كوي. بس مش اخدهم كوي ولا حاجة. هنقول مسلا احمد محمود محمد وهكذا. نقول الدرجات خمستاشر. اتناشر. سبعتاشر. تلاتاشر. حداشر. خمستاشر تاني. تمنتاشر. عشرين من عشرين. ستاشر. نقول خمسة. ماشي. وهكذا نبدأ ناخدهم. طيب نجيب البقيين بقى عشان الوقت فعلا ما ايه ايه? ما ضيعش وقتكم في موضوع اا مال والدرجات ده. هنسيب بس اول واحدة احنا اتفقنا ان احنا ملناها. وهناخد دول كده معانا. كنترول سي. ونيجي هنا في الجدول. هندوس كنترول في. خلاص اصبحوا معانا. ما فيش اي مشكلة. طيب. هنيجي بقى هنا. عايز اخد نفس التنسيق ده. هاخده وانزل دي. ما فيش اي مشكلة. عمله لنفس التنسيق. طيب. لو نلاحز هنا فيه لون ولون. اعمل اللون واللون ده زي لو انا عايزهم بس داخل مجموعة درجات. ممكن اجي هنا اول لون هسيبه زي ما هو ابيض واللون التاني. هاجي هنا. واختار اي لون فيل انا محتاجه. يبقى معايا كويس. طب نقول كده مسلا. طيب خلاص تمام. هاخد بقى اللونين مش لون واحد. اللونين زي كده. وبفرشة التنسيق تاني. وهاجي نازل على باقي الجدول من بعد اللونين. لو لاحزتوا بصوا عمال لي لون ولون. تمام ما فيش اي مشكلة. احنا كده ماشيين زي الفل تمام. هنيجي بقى على اول واحدة اللي هي هنجمع منها المعيير دي كلها. طيب. هنجمع ازاي نقول يساوي. واول مكتب سم. اهي ده اللي تصم هي. ماشي. بقف عليها. يقول لحد بتاعتك او الخلايا بتاعتك. هاختار دول كلهم لحد هنا كده. وهدوس انتر. تمام? يبقى هنا قال لي الولد ده مجموعه. جايب واحد وتمانين. ننزل كده على دول كلهم. ونخليهم في الوسط معانا. اهم. طيب. قبل اي حاجة هنيجي الجدول هنا كده. ونعمله برا الصفحة. والجدول ده ممكن اخفيه. هنيجي ناخد الجدول ده زي ما قلنا يا جماعة. مبنى على قيم عادية. والجدول ده سهل عمله. تمام? يعني انا ممكن اخد بس الدرجات. والالوان عملها لكم عشان ما تقولهش هو عاملها قبل كده. هاجي هنا كده وقول له كنترول فيه. وكبر ده معايا شوية اهو. وهاجي هنا اتفقنا ان اول لون هيبقى معايا. هكتبه ايه? ممتاز. هنيجي هنا. ممتاز. ماشي. نشوف بس الممتاز. جيد مقبول راسب. نروح للشيت التاني. جيد. مقبول راسب. تمام? ده مستوى الدرجات اللي انا اخدته من المدرسة استاذة دينا. هي اللي بعتت وطلبت السؤال قالت لانا عندي النظام الجديد في الابتدائية بيبقى شغال كله بالالوان وعايز اجمع الالوان دي. فاجمعها ازاي? فانا قلت اعمل لكم الشيت ده كله من اوله بحيس من حضرتك تقدر تبني اي شيت للدرجات ويكون احترافي وتقدر تجمع منه الدرجات. طيب تمام خلاص مفيش مشكلة. هاخد دي كده هنا. واخد نفس التنسيق ده اللي هو عشان الحدود بتاعتي. والوسط خلاص عملتها ايه معايا. وهاجي هنا بقى. اخلي دي كده في الوسط. اهي. وهاجي هنا اول خلية. هختار الفيل بتاعتها. احنا قلنا اول خلية ايه? ازرق. تاني خلية. اخضر. ماشي. ادي الاخضر اهو. تالت خلية. اصفر. فهاجي هنا على الاصفر. رابع خلية. احمر. تمام? ادي الاحمر. بس انا اللي اخضر عايزي اصفر خلية. فانزل هنا كده. واختار الاخضر ده. وبردو الازرق. هاجي هنا. واختار ازرق فاتح شوية. يبقى لو بصينا كده هنا. هنلاقي الجدول مبني معايا. على قيم محددة اهي. طيب. القيم دي بعد ما تخلص. جدولك ممكن تيجي على العمودين دول كده. وتخفي العمودين. او هتيجي على حددهم اهو. ودوس على ايه او اخفاء. وفي اي وقت تيجي انت عايز تشتغل وتطلع القيم بتاعتك. علم على اي عمود كده. ودوس اهي. دوسنا راح جايب لي ايه? كل الخلايا اللي كنا خفينها. طيب. نيجي بقى للنقطة التانية. احنا خلاص جمعنا هنا. هقف هنا كده. وادوس على. يسحب المعادلة لغاية تحت. يقف وادوس لما يعمل لي هنا. هيطبق لي على كل دي. نيجي بقى في موضوع راسب وناجح. ودي اسهل مما تتخيل حضرتك. هنستخدم فيها معادلة اف. طيب. هنقف هنا. في اول خلية ونقول له يا باشا تعالى يساوي. وندوس على هنا. اللي هي insert function فوقها اهي. ماشي. ممكن هنكتب اف على طول. اهي. اف. طبعا اللغة عربي معلش. هنكتب اف. خلاص اهي. double click عليها. فتح للرنج بتاعي. هبدأ ادوس بقى على function. هنا عندي تلات معايير. هبدأ اشتغل عليه. هقول له. او الخلية اللي هتاخد منها. اللي هي خلية ايه. المجموع. اهي. طيب. اللي هي i8. طب ننزل كده من عليها. هنقول له الخلية دي. لو اكبر من او يساوي كام. اختار اللي الولد ده ناجح. هنيجي هنا. بشفت. واللغة انجليس. شفت وحرف الزين في الكيبورد. دي اكبر من. بعدين يساوي. يبقى اكبر من او يساوي. كان بقى خمسي. يبقى الدرجة لو اكبر من او يساوي خمسي. هنزل على اللي تحتها واقول له ايه. اكتب لي ناجح. طيب ناجح دي. عشان احط اي جملة تزهر لي. لازم يبقى ما بين double code او double cotation. التكوتيشن بتتعمل بشفت وطا في حرف الكيبورد. فاقول له مرتين. وارجع بالسهم كده. سهم واحد بحيث ان انا بقى واقف في الوسط. واكتب كلمة ناجح. تمام. طب هنزل على الخلية اللي تحتها. بيقول لي طب لو ما انتناس في الس الشرط. يعني هنا value. افتروا. لو القيمة صحيحة. بقول له كتب لي ناجح. طب لو القيمة مش صحيحة. هقول له كتب لي راسب. طب اتفقنا ان انا عشان اطلع جملة بطلعها ما بين ايه. double code double cotation. فبدوش shift او مرتين. وبرجع بالسهم واحدة او احط الماوس في النص. واكتب راسب. انا كنت كاتب رايب. راسب. تمام? طب ندوسي حبيبي هنا كده. اداني قال لي ايه? قال لي يا احمد ده ناجح. نقف هنا بقى كده لما يعمل لي زائد. وجدايس double click. كده عشرين اهو. ونرسب اي حد. معلش نجي على سهام ونخليها تمانية. خدوا بالكوا معايا ما قلل الدرجات. هتعمل ايه? ماشي. دي نخليها عشرة. لسه ناجح برضو. دي نخليها عشرة. ودي عشرة. ودي عشرة. كده هتبقى راسب اول ما دوس انت. تمام? يبقى كده العمود بتاعي هنا. سليم. نجي بقى في العمود التاني. وده اللعبة الاحترافية بقى يا باشا. تعال لي بقى هنا كده. وقول لي هفتح معادلة برضو معادلة اف. بس المرة دي هتبقى اف اكتر من معادلة اف داخل بعضها. طيب نشوف ازاي? هكتب يساوي. واقول له. اخلي اللغة انجليش. اقول له اف. ودوس دابل كليك على اول اف زهرت. في اف وفي افس. هدوس دابل كليك على اول اف زهرت لي. واجه ادوس على اف اكس من هنا. فتح لي القيم. نقول له تعالي بقى يا باشا. اللعبة هنا بقى خلوا بالكم. اول حاجة هقول له لوجيكال تست عندي ايه? الخلية بتاعة المجموع. تمام? طيب. هنزل بيها. واقول له ايه بقى? انا عندي هنا. ممتاز دي. هتيبقى منين? من خمسة وتمانين? او يعني اكبر من او يساوي كام? خمسة وتمانين? فاقول له هنا. اكبر من ايه? شفت وحرف الزي. او يساوي? يساوي جنبه. كان بقى قلنا? خمسة وتمانين. ماشي. ده ماله بيقول لي ماله الاخ ده. هقول له لو جايب اكبر من خمسة وتمانين او اه من خمسة وتمانين فيه ما فوق. يبقى الطالب ده ممتاز. فاكتب هنا دابل كوت اتفقنا ان انا لو اكتب جملة. بعمل دابل كوتيشن. واجه في النص واقول له ايه? ممتاز. طبعا انا ايه? بقى اكتب انجليش. ممتاز. او عتناموا مني ها? طيب. تعالا بقى للتركاية اللي جاي. هنزل القيمة اللي تحتها. بيقول لي لو غلط. طيب. هعمل معادلة اف تانية داخل دي. طب اعملها ازاي? واف تانية هنا هوا? هاجي هنا في الخلية دي. وممكن لقيها واخد اي حاجة من الخلية دي كده. دايس كده ومختار دلة اف. تاني. فتحلي الدلة من جديد. هختار اللوشيكال تست برضو اللي هي الخلية بتاعة المجموع. وهنزل هنا. بس المرة دي هقول له ايه بقى? هقول له. نخلي اللغة انجليش. لو شفت وحرف الزين. لو ده اكبر من او يساوي كام? اللي بعدها بقى خمسة وستين. يبقى نكتب خمسة وستين اهيه. ننزل هنا. نعمله double quotation. ونقول له خليلي الطالب لو درجته من خمسة وستين او يساوي خمسة وستين. يعني اكبر من خمسة وستين او يساويها. خليلي قيم بتاعه جيد. نخلي دي جيد. ركزوا معي عشان النقط دي مهمة جدا. طب لو ما تحققش الشرط. هنزل برضو هنا كده. وهاجي دايس برضو مختار قاعدة اف تاني. واقول له هنا برضو اللي هو خانة المجموع. وهنزل بها. طيب. احنا عملنا اتنين. دلوقتي هنعمل التالتة. اللي هي ايه? اكبر من او يساوي خمسين. طيب. هقول له دلوقتي الخانة بتاعة المجموع. لو اكبر من. لو اكبر من. او تساوي خمسين. اكتب لي ان الطالب ده مقبول. يبقى double quotation. وفي النص هقول له مقبول. طيب. ننزل على الخلية دي الخانة اللي تحتها. اللي هي value false. ونختار اخر شرط. هندوس تاني برضو هنا على على قاعدة ايه? اف. هقول له بقى لو. الخانة اللي هي بتاعة المجموع. اهي اللي هي الايه تمانية برضو. المرة دي بقى مش اكبر من. هنقول اصغر من او يساوي. شفتوا بقى اللعبة هنا. اصغر من او يساوي كان بقى تسعة واربعين. خليلي الطالب ده راسب. هاجي في النص. واقول له راسب. كده انا عملت كام? اربع قيم. هدوس ايه هنا اوكي? هلاقي المعادلة تقفلت واتطبقت واداني اول طالب. جيد. هقف هنا كده لما يعمل لي بلاس. وادوس دابل كليك. لو لاحزنا عملهم لكلهم جيد جيد مقبول راسب جيد. طب تمام. ايه ده انا ما عنديش حد ممتاز. لنخلي اول واحد ممتاز طبعا. نخلي دي عشرين. بصوا بقى تسميعي الخلايا هيعمل ايه? ماشي اهي جتلي ممتازة هي. وممكن اخلي ده برضو يبقى ممتاز. تلات عشر دي هخليها تسعة عشر. بقى ممتازة اوه. نيجي بقى في اللعبة التانية بتاعة الالوان. طيب. هناخد الرينج اللي فيه الاسماء كله من اول اسم الاخر اسم. ونجي على كونديشنال فورماتينج او التمييز اللوني. القواعد اللونية. وهاجي هنا على قواعد التزليل اللوني. وهنزل على تيكست زات كيشنز. تمام? وهدوس عليها. هكتب له ايه بقى هنا? هقول له ممتاز. الممتاز. خلوا بقى لكم بقى من اللعبة دي. اللعبة دي جميلة جدا هي التركاية. هقول له الممتاز. علمهولي وخليه ايه? هنزل على custom. علونه واختار اللون اللازرق اللي هو هنا ده. واقول له اوكي. كده انا قلتولي كل الممتاز اعلمهولي بايه? بزرق. طيب. هتقولي بقى الالوان هقولك حد التاني. وروح جاي على نفس الموضوع. هاي لايت سيل. تيكست زاكيشن. وهي هنا المرة دي هقول له ايه? الجيد. اهو. تمام? فهكتب له جيد. حتى لو لاحظنا هو ظل الهالة اهو. هقول له الجيد اختار له اللون الاخضر. وادوس موافق. ووكي خلاص ظل الهم لهم. طيب. هاجي عامل نفس اللي عملته تاني. وconditional formatting. highlight سيل. واختار الاختيار بتاعي. وهنا المرة دي هقول له ايه? المقبول. يبقى مقبول. هقول له لو انهولي custom format. لو انهولي بايه? على فكرة مش بس كده. انا ممكن اختار الفونت كمان. ممكن اختار الخلية ان هي تعمل ايه? مش بس على قد اللون يا جماعة. فهنا المرة دي هقول له خليلي اللون اصفر. تمام? وادوس موافق. كده خليلي اللون اصفر. باقي الراسب بس. هاخد نفس اختيار الجدول. ونفس الاجراء اللي عملته. highlight sale. كده لو تلاحظوا انا قررت دي كم مرة? اربع مرات حسب الالوان. highlight sale. وهختار دي. والمرة دي هقول له راسب. وهقول له اختار له ايه? اللون الاحمر. زالة color. تمام? وهدوس اوكي. طيب. نلاحظ كده يا جماعة. الالوان معي. اختار بقى بوردرز كاملة على الحدوط. الالوان معي بقت مزبوطة. طب نيجي نغير كده نلعب في الدرجات دي. ونشوف دلوقتي. لو انا مين? محمد ده. عندي جيد. طب نحاول نخلي محمد ده راسب كده. نحط هنا. في الخلية دي عشرة. والخلية دي عشرة. ودي عشرة. ودي تمانية. لو لاحظتوا بقت مقبولة ايه. ودي تمانية. ودي تسعة. بصوا اول ما دوس انترة تتحول لراسب. خدتوا بالكم. وهنا تحولت معايا الراسب. وهنا مجموعة درجات. يبقى انا الشيت بتاعي كله كامل. طب تعال بقى. في التركاية الاخيرة والاحترافية في درسينا النهاردة. نيجي بقى في موضوع الالوان. تعالوا هنا نعمل معادلة بقى نجمع بها الالوان من الرنج ده او من العمود ده. بس في معادلة. هنجمع بها. احنا ادينا كل لون اه جملة او اسم ليه. عشان نميز اللون بحيث ان انا لما اجمع هقول له جمعلي الكلمات ماشي جمع الالوان. فانا هنا الممتاز مسلا عندي هقول له جمعلي كلمة ممتاز ماشي اجمع لللون اللزرق. هي كده كده هيجمع معها اللون لا زرق. لان اللون لا زرق انا متديلي الممتاز بس. بس لما جاء عملي المعادلة واختار رنج هنا هيختارلي كل الشيت. ليه? لان انا هنا عامل مش هعملو بطريقة احترافية. فدي هتقابلني مشكلة. طب نحلها ازاي تعالوا الاول نعملها. ونشوف المشكلة لما تقابلنا. وازاي هنبدأ نحلها بتريقة حالة. وهنجي على العمود ده وندوس يعني زلل العمود. وحزفناه كده. ونجي في العمود ده نكبره شوية كده. وهنقول مسلا هنا ايه. ده مجموع الالوان او مجموع الكلمات. يبقى هنا هنقول تأدير. جماعة الشغل ده احترافي اللي احنا بنعمله ده. فاركزوا معها هتسترياحوا جدا على فكرة. التأدير. جنبها. وجنبها هنقول. المجموع. طيب. المجموع ده هنعمل فيه ايه يا حبيبي. المجموع ده هنجمع فيه ممتاز قد ايه في الجدول وجيد قد ايه والكلام ده كله. بس مش هنعملها يا داوي. هنعملها بمعادلة بحيس ان انا اول ما اعمل اي شغل هنا. لو اتغير الشغل قدامي اوتوماتيك يتغير معايا يسمع في المجموع في ثواني. فمش محتاج بقى ايه? اعقد عصر دماغات. قل لي تم هم بينين قدامي. هقولك يا حبيب قلبي. انا مش بشرح لك على اساس انه قدامك عشر اعمدة او عشر اسماء. انا بشرح لشيت كنترول ممكن يبقى فيه بالخمس تلاف او الست تلاف طالب. فانت لو هتوقع تعمل العملية دي يا داوي. انت ممكن تعملها في شهور. مش في ايام. لكن بالطريقة اللي انا بعملها لحضرتك دي هتتعمل بدغطة واحدة. طيب احنا هنا عملنا التقدير. هنيجي هنا على دول كده. ونيجي على نختار على المجموع كله. وننزل هنا كده. نختار برضو كافة الحدود. خلاص هو هيجمع معايا دلوقتي فين? هنا في الخلية اللي انا كاتب فيها المجموع. هنيجي بقى طيب نجي في المعادلة ونبدأ نكتبها. اللغة لازم تبقى انجليش. هقول يساوي. كونت افس. سي او يو. بدأت معايا معادلات كونت اهي. اهي افس. بقى هنا احلم عليها دوسها بالموز كده. ودوس في الكيبورد او دابل كليك. طب ادوس كده. خلاص فتحت معايا فوق هنا اهي. طب لو بصينا اول حاجة بيقولك بتاعتك. اللي هو العمود اللي انت عايز تجمع منه الكلمات فين? العمود اهو. خدتوا بالكو. لما جيت اجمع هو حدد لي على ايه? على الشيت كله. لان العمود هنا في حاجة بتعكسه. اللي هي ايه? الشيت الدرجات. طيب. نرجع في المعادلة بسكاب في الكيبورد. هندوس سكاب. ونيجي هنا بقى في ده نعمل الطريقة الاحترافية بتاعتنا. هنحدد الصف ده كله زي ما هو كده. ونلغي من هنا. لغيناه خلاص زي ما هو كده. هحدد عليه تاني كده. على جميع الحدود بتاعته. وادوس في الكيبورد على كنترول نمبر ون. كنترول واحد. بلاقيها على نمبر هنا بختار ومن هنا اللي هي هوريزنتل. بختار اهي. اللي قبل الاخيرة. وبدوس موافق. هو انا كده برضو عملت دمج بس عملت دمج احترافي. ازاي بحيس ان انا لو قفت في اي عمود. هلاقي العمود مسمع معايا. اهو. خدتوا بالكو. يعني انا لو هنزل بدا كده. مش هيتعارض معايا الدمج اللي انا عملته. ده الدمج اللي احنا بنقول عليه الدمج الاحترافي. تمام? طيب. نرجع تاني بقى لمعادلتنا. هنقف في الخلية هنا. ونقول له يساوي كونت افس. سي او يو. اهي. هدوس المرة دي. خلاص ظهرت قدامي. هاجي بعد القص وادوس. بيقول لي اختار الكريتيريا بتاعتك. هدوس العمود كي عندي اهو. اهو. لو خدتوا بالكو. طيب. نشوفوا هنا طالب مين ايه تاني? بعد الكريتيريا بيقول لي ايه? فصلة منقوطة وكريتيريا وان. تمام? طيب. الكلمات بقى اللي عايز تجمعها. لو خدنا بقى قبلنا هنا هو عامل لي فصلة منقوطة. طيب انا هعمل هنا ايه? فصلة منقوطة. طيب فين الفصلة المنقوطة عندي? اللي هي حرف الكاف يا جماعة. واللغة انجليش بتدوس على حرف الكاف. عملت الفصلة المنقوطة. باجي هنا بقى عايز الكلمة. هو عايز من ايه? الكلمة اللي هنا اللي هو هيعديها لا هيعدي لي ايه? هقول له عدي لي ممتاز. معي? اللي هي الام سيكس. اهي. طيب. هقفل القوس. وهدوس انتر. لو لاحظنا هنا. هو قال لي عندك كم كلمة? اتنين. تمام? اتنين اهو. طيب. انا عايز بقى اطبق ده كله على الجدول كله. لو لاحظنا هنا هلاقيه بيقول لي جيد دي كام? اربعة. طب لشوف كده جيد. واحد اتنين تلاتة اربعة. انا دوست دابل كليك. اما وقفتي هنا كده. راح مديني زائد دوست دابل كليك. راح مطبقلي على الاربعة لهم. تمام? طيب. نعمل بقى خانة تانية احترافية هنا. نقول ونجي في دول كده. ونعمل لهم ونقول هنا. الاجمالي. الاجمالي ده هيبقى ايه? اجمالي الاربع الوان. الاجمالي. وهاجي يقف عليها كده. وكبر الجملة بتاعتي. وهاجي هنا. انا عايزه بقى يجمع لدول كلهم مع بعض في الخالية دي. ادوس ALT يساوي. وادوس ENTER. خلاص هو بيقول لي عندك عشر كلمات ايه. طب نيجي بقى نشوف الحاجات ده هتسمع هنا ولا ما تسمعش. انا عندي طالب هنا مقبول. وطالب تاني مقبول. هخلي واحد من دول راسب. طيب. نشوف الطالب المقبول ده. لو خليت راسب هنا يبقى الراسب ده كام? تلاتة. المفروض هنا لقي ده يتعلم تبقى حمرة. وهنا ده يسمع يبقى كام? يبقى تلاتة. طب. نيجي نشوف كده كلمة راسب هنا كده يا جماعة. نخلي التلاتاشر دي نخليها خمسة وندوس ENTER. تمام? لسه برضا اربعة وخمسين. ونخلي دي تمانية وتدوس ENTER. لو لاحزنا ده راسب. طب نلاحز هنا بقت كام? الراسب عندي كام? ثلاثة. والمقبول بعد ما كانت اتنين. بقت واحد. طب نزود كده. نحط له بقى عشرينات. وركزوا انتوا خليكوا ركزوا في الخانة بتاعة ممتاز دي هتوصل لكام? لما انا وصل الولد ده ممتاز. ماشي? وهنا برضو عشرين. اصبح ممتاز. اصبحت تلاتين. فكده دلوقتي اي حاجة هتعملها في الجدول ده. هتسمع مع حضرتك. يبقى استخدمنا هنا معادلة كونت افس. بحيث ان احنا نعد الكلام ده. وكده بقى انا شغلي اصبح باحترافية افضل مما تتخيل. وحليت كل المشاكل اللي ممكن تقابل حضرتك في الشيت. ودلوقتي الشيت جايز معاك. لو عملت هنا غيرت اي حاجة مثلا. دي خمسة. بقى جيد اهو. طب نخليها عشرين. ونجعل لجنبها. ونخليها عشرين. لو ركزنا هنلاقي دي ممتاز. وممتاز هنا اصبحت تلاتة. عايزة خلي ده برضو. ممتاز. هاجي هنا على دي. وخليها عشرين. ودي هيبقت ممتازة ايه لو لاحزنا هنلاقيها اربعة. يبقى انا كده الخلايا اللي معايا. انا الجدول بتاع الطلبة بتاعي هو. عملت له خلية مجموع تسمع معايا اوتوماتيك. خلية ناجح او راصب تسمع معايا اوتوماتيك. خلية تقدير تسمع معايا اوتوماتيك. ومش بس كده. عملتي تقديرات الوان هنا بحيس ان هو يعديلي الالوان على طول فاقدر اعرف ان انا عندي هنا ممتاز كام. وجيد كام ومقبول كام. وراسب كام. لا ممكن اعمل كمان طريقة اكتر احترافية. هاجي في الخانة دي. انا الخانة دي لون هابيبقى ايه عند اللون ده? ازرق. فهاجي هنا واقول له ده اللون اللي ازرق. وهنا هيبقى اللون الاخضر. سوري معلش. ده اللون الاخضر. واللون ده هيبقى اللون الاصفر. وهنا هيبقى اللون الاحمر. وكده انا عملت تعدل الالوان عندي. طب مقبول دي واحد انا عايز اخليها اتنين. هاجي في اي واحد هنا واقلله الدرجات. هقلل من الممتاز ده. من الولد ده مسلا هنخليها عشرة. 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 كده لو لاحظنا الاخضر زادت اهي. ماشي. بعد كده دي عشرة برضو. كده المفروض يبقى مقبول اول ما دوس انتر. ماشي. بقى مقبول اهو. وهنا المقبول عندي سمع بقى اثنين. ودي دايما نسابته معا. لو جيت هنا مثلا. وجيت عملت ادركت صف. يعني انا ممكن اخد صف زي كده اهو. كنترول سي. واجي واخد الصف هنا كنترول في لو لاحظنا. اصبحت الخلايا هنا احداشر. واصبح كام التسمع شغال معايا. الممتاز بقت واحد اتنين تلاتة اربعة. وممكن لو خدت صف تاني زي راسب ده كده. اهو معايا. ولو لاحظت دلوقتي. انا عامل العد التلقائي لحد احداشر. هاجي اقف هنا في اول خلية. وخلي دي بدل عشرة. هقول له احداشر. ودوس انتر خلاص تمام. طب انا عايز عشرين طالب. هقف في اول خلية برضو. اللي هي بتاعت الترقيم التلقائي. وبين القصين هنا هكتب عشرين. هي دابل كليك. واقول له عشرين. ودوس انتر. هلاقي الترقيم نزل معايا حبيبي لحد كام? لحد عشرين. خد بقى دي كده مسلا. او خد سهام مسلا. وقررها وانزل بيها لغاية العشرين. هتلاقي الالوان وكل حاجة اختلفت معاك. حتى المجموع بتاع العد. نلاحز هنا العد عندك بقى كامل اجمالي. بقى عشرين خانة. منهم حداشر اللي هم راسبين. واتنين اللي هم لون اصفر. وتلاتة اللي هم لون اخضر. واربعة اللي هم لون ازرق. وبكده هيبقى احنا اعملنا درس. او اعملنا اه شغل احترافي في الجدول بتاعنا. ودلوقتي الجدول اي شغل اعملوا عليه. او اي شغل اشتغل بيه. هيبدأ يسمع معايا. طيب لو جينا هتقول لي ما الالوان اختلفت هنا. هقول لي حضرتك. وروح عامل ده كده. تعال من اول ده وده كده. وروح واخدهم هنا. وانزل بدول كده زي ما هم. هيزبط معاك اللون وما فيش اي مشكلة. لو عجبك الفيديو ما تنساش الفولو والشير واللايك. وفيه كورس اكسيل موجود على القناة. لو تبعت الكورس ده هتستفيد منه جدا. وهنشرح فيه. هتلاقي الحاجات دي كلها متطرقين ليها. وهتستريح جدا في شغلك. لان انا بشرح ببساطة. بحيس احاول اوصل لكل آآ كل آآ عقل قدامي. لان احنا طبعا ربنا خلقنا كل واحد لي طريقة في الفهم. وليه اسلوب في الفهم. فانا بحاول اوصل لكل الفئات. وده طبعا بتوفيق من ربنا. فما تنساش زي ما قلت لك الفولو والشير واللايك. وادخل على الكورس الموجود على القناة. وفي نهاية الكورس في كتابين دي. واحد عن اهم الدوال في الاكسيل. والتاني عن شرح مبسط في الاكسيل. وده يبقى في نهاية الكورس. بامر الله. كان معكم محمد مبروك من قناتكم المفضلة نفذة ابداعية. اترككم في رعاية الله وامن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.